بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوا على من بدت فينا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره إن تبته أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار وشفع فينا نبيك المختار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم آمين قولوا آمين حلقة اليوم حديثها حديث زو شجون حديث النهاردة حديث مختلف جدا الحلقة اليوم وحديثها تطرب له الآذان تشتاق له النفوس تستريح له القلوب حديثنا اليوم هيكون عن الجنة قصة اليوم بتحكي قصة آخر رجل يدخل الجنة قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يطرى الرجل ده شكله هيكون عامل إزاي يطرى أوصافه شكلها إزاي يطرى إيه لها يحصل معاه يطرى إيه حجم مساحة ملكه في الجنة أو شكل أملاكه ونعيمه في الجنة ده اللي هنعرفه مع قصة اليوم وحلقة اليوم وآخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة الحديث ورد في البخاري ومسلم أصله في البخاري ومسلم ورد له روايات كتيرة تاني وإحنا إن شاء الله بإذن الله نحاول في حلقتنا نجمع بين هذه الروايات ونحافظ على الشكل القصصي ويعني نعتمد على الجمع بين الروايات وإحنا عارفين زي ما قلنا أن الحديث أصله في البخاري ومسلم ومسلم بصحته ولا شك في أصله قصة اليوم بتبدأ والحديث بيبدأ بأن موسى رضي الله عنه سأل ربه وفي الحديث هكذا سأل موسى ربه يا رب أخبرني عن أقل أهل الجنة منزلا سيدنا موسى بيسأل ربنا هو كلم الله يا رب أقل واحد في الجنة ده منزلت شكلها إزاي أقل أهل الجنة نحن بنسمع عن الجنة كتير وعن أنهرها وعن فردوسها الأعلى لكن أقل واحد ده شكله إزاي يعني إيه مكانته في الجنة إيه منزلته أخبرني عن أقل أهل الجنة منزلا فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى ذلك آخر رجل يخرج من النار ده آخر واحد هيطلع من النار أهل النار بعد كده خلود بلا موت ما كثين فيها أبدا هيفضلوا في النار على طول وأهل الجنة طبعا في نعيمهم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ذلك آخر رجل يخرج من النار يخرج منها حبوا طالع بيحبي تلفحه النار حينا وتتركه حينا النار مش ردي تسيبه عملت وفي رواية يكبو ويقوم عمل يؤع ويؤف ما اليؤع ويؤف وبعدين في الحديث نظر إليها نظر إلى النار وبعدين قعد يتنهد ويقول الحمد لله الذي نجاني منك الحمد لله أن ربنا طلعني منك ويقول في نفسه لقد أوتيت ما لم يؤتى أحدا من العالمين يعني هو متخيل أنه هو ما فيش حد زيه هو بس خرج من النار ثم بعد ذلك تتراء له شجرة ترفع له شجرة يشوف شجرة طبعا شجر الجنة ما زي شجر اليوم يعني شجرة بيسير فيها الراكب الجواد المسرع مائة عام لا يقطعها تتراء له شجرة فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة وفي رواية يا رب لو أن لي هذه الشجرة آكل من ثمرها وأشرب من مائها وأستظل بظلها ولا أسألك شيئا بعدها وإحدى الروايات أن الله تبارك وتعالى يقول له يا عبدي لعلي لو أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهد الله أن لا يسأله غيرها فربنا يدله شجرة ثم ترفع له شجرة أجمل وأبهى وأحلى فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فيقول له الله ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيدنيه الله تبارك وتعالى من الشجرة الأخرى وسالسة ورابعة والله تبارك وتعالى في الحديث يعلم أنه يرى ما لا صبر له عليه ربنا بيعذره في الحديث هكذا ويعذره الله لأنه يرى ما لا صبر له عليه في آخر شجرة بقى يبدأ يسمع أصوات أهل الجنة في الجنة يسمع هذه الأصوات فيقترب ويقول يا رب أدخلني الجنة عايز يدخل الجنة طبعا الإنسان سبحان الله طمع في الدنيا وفي الآخرة عما لي ياخد كل اللي يطلبه بعدين يطلب أكثر يا رب أدخلني الجنة فيقول له الله تبارك وتعالى اذهب واخذ ملكك في الجنة فيذهب إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملآة يظن أن الجنة ملآة ملوش مكان فيها يخيل إليه هذا فيرجع إلى رب العالمين وفي رواية يقول لله تبارك وتعالى أتهزأ بي وأنت الملك أتسخر مني وأنت الرحمن بيقول لربنا سبحانه وتعالى كده ظن أن ملوش مكان في الجنة إني وجدت الجنة ملآة فما الذي حدث بعد ذلك وهل أخذ ملكه في الجنة وكيف كان ملكه في الجنة وكيف كان رد الله تبارك وتعالى عليه قبل أن أختم أقول أن ابن مسعود وهو يروي هذا الحديث ضحك فقال ألا تسألوني لماذا أضحك فقالوا مما تضحك قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا بهذا الحديث وقال من كلام العبد لربه حينما قال له أتسخر مني وأنت الملك فاصل قصير ثم نعلم كيف كان ملكه في الجنة فاصل ونعود إليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقفنا عند المحاورة اللطيفة من هذا العبد مع ربه أتهزأ بي وأنت الملك أتسخر مني وأنت الرحمن فقال له الله تبارك وتعالى عبدي أما يكفيك أن يكون لك مثل أعظم ملوك أهل الأرض وفي رواية أن يكون لك مثل ملك الأرض تأخذ ملك في الجنة أدي الدنيا دي كلها فيقول يا رب رضيت فيقول له الله تبارك وتعالى لك هذا ومثله 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 خمس مرات فيقول يا رب رضيت وكفيت فيقول له الله تبارك وتعالى لك هذا وعشرة أضعافه يأخذ أدي الدنيا خمسين مرة فيتهلل وجه العبد ويفرح ثم يسأله الله تبارك وتعالى عبدي أما تحتاج إلى شيء يعني هل تريد شيء آخر فيقول يا ربي أريد كذا فيقول هو لك يا ربي أريد كذا فيقول هو لك حتى ينفد علم العبد خلاص ما بقاش في حاجة هو محتاجها لكن طبعا علم العبد صغير فربنا سبحانه وتعالى يذكره بأشياء هو لا يعلمها فيقول له عبدي أما تحتاج إلى كذا فيقول نعم يا ربي أريده أريده حتى يعطيه الله تبارك وتعالى ويرضيه والسؤال اللي بيطرح نفسه الآن إذا كان ده أقل أهل الجنة منزلة ده أهل لواحد ما الأكتر واحد شكله إزاي وما الأعلى الناس شكلها إزاي ده أكيد يعني الرجل ده أصرف على نفسه كتير قوي في المعاصي وفضل في النار كل المدة دي وبعدين طلع خد كل ده أما اللي قبله واللي سبقوه والأوائل والصحابة والسلف والطائعين والعباد والزهاد كيف حالهم في الجنة إزاي ملكهم هيكون شكله فده السؤال اللي سيدنا موسى سألوا لربنا سبحانه وتعالى قال يا رب إذا كان هذا أقلهم منزلة فما بالوا أعلاهم ما الأعلاهم ده شكله إزاي أعلى واحد فقال الله تبارك وتعالى له يا موسى أولئك الذين أردت أولئك الذين أردت ولله المسأل أعلى كده بالبلد ما إحنا بنقوله دول بتوعي دول بتوعي هؤلاء خصتي أولئك الذين أردت غراسهم في الجنة بيدي نستني الملايكة بتغرس لها لكن دول ربنا اللي بيغرس لهم ختمت كرامتهم في الجنة فلا تسمع أذن ولا ترى عين ولا يخطر بقلب بشر اللي هو في الحديث فيها مال عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ولا خطر على قلب بشر فده شكل الجنة وده أقل واحد في الجنة لكن هذه الجنة غالية وتحتاج إلى عمل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الحديث ده ناس كثير حافظة أخر لكن أوله ناس كثيرة بتنساه وحتى فوقينا العمل بتنساه أوله من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة محتاجين نخاف محتاجين ندلج يعني نسرع محتاجين نعمل هذه الجنة تحتاج إلى بذل تحتاج إلى جهد تحتاج إلى عمل فقدم مهرها ابدأ وعمل واجتهد ورمضان مزرعة خصبة جدا إنك تجني فيه الحسنات وترفع فيه درجاتك في الجنة ولو أنهم فعلوا ما يبعضون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة